المترجم للقناة 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 دول لهم صفة مأمورة ضبط القضاء مهمة دي العمد ومشيخ البلاد ومشايخ الغفراء دول لهم صفة الضبطية القضائية لهم صفة الضبطية القضائية طيب لما دول قلنا دول هنا بقى وإيه نزار ووكلاء محطات السكك الحديد دول لهم صفة مأمورة ضبط القضاء دول لهم اختصاص مأمورة ضبط القضائي اللي هو محطة السكك الحديد النظر والوكيل وبتاع محطة السكك الحديد وهنا بقى ولمديري أمن المحافظات خلي بالكم مهمة دي مديري الأمن ومفاتشين الداخلية دول لهم اختصاص عام ومحل ليه اختصاص عام بقى إيه أنت عندك في مديرية الأمن بيبقى فيه مفاتشين تابعين للأمن العام في الداخلية والمفاتش ده وموجود في المديرية ده له اختصاص عام على مستوى الجمهورية ليه؟ لأنه زابط في مصلحة الأمن العام زابط في مصلحة الأمن العام ده مأمور ضبط قضائي له اختصاص عام له اختصاص عام على المستوى العام على الكل ومديري الأمن نفس الوضع بياخد برضو نفس الاختصاص ولوموا أن يقوموا بالاختصاص برضو بتاع مديري الأمن نفسه طيب لما ده نقول ويكون مأمور الضبط القضائي في أنحاء الجمهورية مين بقاه؟ خلي بالكم أعمل إيه تاج؟ مأمور الضبط القضائي على المستوى العام مأمور الضبط القضائي على المستوى العام مدير ودباط إدارة المباحث العامة مدير وإدارات المباحث العامة بوزارة الداخلية وفي روحها بمديريات الأمن يعني إيه الكلام ده؟ إيه يعني مديره الإدارات والكلام ده كله اللي في وزارة الداخلية ده؟ عندنا في وزارة الداخلية اللي يروحه اختصاص عام الإدارة العامة للمخدرات خلي بالك اختصاص عام على مستوى جمهوري الإدارة العامة لشورطة السياح اختصاص عام على مستوى جمهوري الإدارة العامة للمرور لا اختصاص عام على مستوى الجمهورية الادارة العامة للجوازات لا اختصاص عام على مستوى الجمهورية الادارة العامة لمباحث امن الدولة لا اختصاص عام على مستوى الجمهورية الامن الوطن انا بيه ما عليش يا بيه مجراش حاجة بيه جل ملاس احنا مصررين على الدولة برضو ده دي الادارات هو قالها هنا بصفة مجملة مش متفسار قالك الإدارات الإدارات دل إيه اللي هم الإدارات التبعية لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية دول من لهم صفة ضبط قضائي على المستوى العام طب إيه تاني غير دول مديره مديره الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكنستابلات والمساعدين وباحثات الشرطة دول لهم برضو اختصاص عام على المستوى والعملون بمصطحة الأمن العام وجميع شعب البحث الجنيه بمعنى إيه إن حدد لنا اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الإدارات اللي أنا قلتها وكل وكل من هو يعمل في مصطحة الأمن العام أي أن كان دول لهم اختصاص على أمن شرطة ومساعد كل دول طالما يعمل في مصطحة الأمن العام فهو له اختصاص عام على المستوى الجمهوري زي ايه؟ ندي مثل ندي مثل ما أنا حقوله يمارسها ازاي بقى؟ ما أنا حقوله عامل بقى؟ عمل عدنا الإدارة العامة للمخدرات مقرها فين؟ القاهرة إدارة العامة بس دي لها اختصاص عام يعني من حقها أنها تقوم بالقبض وتفتيش بناء على تحريات وبناء على إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقة مسكن والسيارة الخاصة بالمتهم كل ده المقيم في أسوان خلي بالك بقى المعلومة ايه؟ الواقع هو يعني الإدارة العامة هنا هتأخذ هتعمل تحريات أو جالها معلومات أو جالها مصد سري قال لها أن فيه تشكيل عصابي في قرية النوبة تبع كذا بيقوم بالإتجار في المواد المخدرة والأصار ويتخذون من السيارات أرقام أرقام كذا وكذا ملاكي أسوان لترويج وتوزيع المواد المخدرة على العملاء كما أنهم يحتفظون بمساجنهم وملحقاتها بكمية كبيرة من المواد المخدرة والأصار جريمة جريمة تحريات إذن بياخد الإذن من أين بقى؟ هو ياخد الإذن من المحام العام الأول ياخد الإذن من المحام العام الأول لإستقناف أسيوت ياخد الإذن من المحام العام لنيابة أسوان الكلية ياخد إذن له هنا ياخد الإذن ده والإذن ده له اختصاص عام بيحدده بقى لمدة شهر لمدة أسبوعين زي ما النيابة بتحدد طيب لما ينفذ الإذن ويتم الضبط والتفتيش وبعد كده يتم ضبط المتهمين وضبط المخدرات والأسلحة والزخائر والكلام ده كله هيعمل إيه بقى ويواجه المتهم ويقول له مهاجهة شفاهاتا فمحضر الضبط ويقولك مواجهة المتهم شفاهاتا اعترفه أو أنكر اعترفه بحيازاته للمواد المخدرات بقصد الإتجار واعترفه بحيازاته للأسلحة بقصد الدفاع على النفس ده الضبط اللي بيكتبه على لسانه ومهاجهة المتهم بما تمأس قرر كذا يعترف يأنكر وبعد كده يحرر محضره وبعدين يطلع على هو لما يحرر محضره ومحضر ضبط وخلص وحرز وهيقول أقفل المحضر عقب إزمات ما تقدم وباقي للعرض على السيد الأستاذ وكيلي النيابة المختص هنودي المتهمين دول بمضبوطاتهم الواقع دي حوديها اسم في أسوان واللي هجيبها هنا في القاهرة مع إن القائم بالضبط له اختصاص عام على المستوى الجمهورية هل هجيبها هنا وعرضها في القاهرة ولا عرضها فين بالزبط ولا عرضها في أسوان خلي بالكم مهم أقودين هنعرض فين يا أستاذ في أسوان محل الواقع أي هنعرض في مكان اللي تم ضبط فيه المتهمين المكان اللي هو محل إقامة المتهمين المكان اللي وقعت الجريمة فيه هنعرض على الاسم التابع لي المتهمين اللي تم ضبطه يعني اختصاص محلي واختصاص مكاني يبقى هنا هيقوم واخد محضره بقى حرازه ويقوم طالع على الاسم بتاع أسوان ويقوم مسلمه في النبطشية وفي الدفتر يثبته ويتكع الله يرجع هو كده خلص ونبدأ بقى الاسم الاسم هيتخذ الإجراءات القانونية ويعرض على النيابة المختصة اللي هي نيابة أسوان يبقى هنا الضبط الضبط لمأمور الضبط قضائي اللي هو اختصاص عام على مستوى الجمهورية اللي هي إدارة المخدرات الضبط وهنا وبعد كده الاختصاصات اللي حتم بالنسبة للتحقيق وبالنسبة للمحاكمة كل ده هيبقى اختصاص مكاني مكان الواقع محل إقامة المتهمين يبقى هارضة عن نيابة أسوان هتحقق نيابة أسوان بعد كده هتهيل نيابة أسوان إلى محكمة الجنايات المختصة اللي هي محكمة الاستقناف وبعدين نحدد دايرة قدام المحكمة الدارة المختصة بنظر الجنادي يبقى هنا الواقع ده عملي طب هل هل لما يجي النيابة بتحقق هنا في الواقع دي يبقى بتحقق وقعة الضبط وبتحقق وقعة التحريات بالرغم من أن الضبط تم بمعرفة مسؤول الإدارة العامة لمقافحة المخادرات على مستوى الجمهوري بس دا إجراء ضبط دا إجراء ضبط لكن وقعة الضبط وتحقيقها وبيان مدى صحتها من عدمه وبيان كفاية الأدلة التي تؤكد على صحة الواقع وعلى صحة إجراء الضبط وعلى جدية التحريات هي النيابة العامة اللي هي في أسوأ على دا كده يبقى هم مال إيه هم مال إيه اختصاص الضبط ده اختصاص الضبط ده اختصاص حدده القانون بردو حدده القانون وقال لك لجي اختصاص محدد بس هذا الاختصاص منوت به ان يتحققوا جهة التحقيق المختص اللي هو مكان الضبط يبقى هنا النيابة أسوان اسم شرطة أسوان محكمة جنح أسوان اللي بتنظر الحبس الاحتياطي محكمة جنات أسوان اللي بتنظر الجناية تبقى لقانون الإجراءات يبقى إذن الواقعة برمتها كلها بتنظرها الجهات صاحبة الاختصاص المكاني اللي نص عليها قانون الإجراءات اللي نص عليها قانون الإجراءات عادة القائم بالضبط عادة القائم بالضبط تفضل تفضل هنقول به هنقول هنقول والقول ما سالفش حاجة هنا لما 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 نخلص دي بقى ويبدأ القاضية نقول خلصت وبدأنا طيب يبقى هنا مأمور الضبط قضائي صاحب الاختصاص في الواقعة دي اختصاص عام اختصاص عام يقف دوره عند واقعة الضبط ومواجهة المتهمين بها وتحريز المضبطات وتسلمها لإسم الشرطة المختص هنا يقف دوره وبعد كده يبدأ دور إسم الشرطة اللي حتتخذ الإجراءات وتحيل على النيابة العامة والنيابة العامة هتبدأ تتخذ اختصاصاتها وتبدأ تحقيق وتحريز بعد الفض وبعد الوزن وبعد كده النيابة هتتخذ جراءاتها كلها بقى زي الاختصاص العادي بالنسبة لأي واقع اتبع أي اسم وخلي بالكوا الاختصاص المكاني يا ترتب عليه مطلع ها كلام اختصاص المكاني ده ما فيش فيه ما فيش فيه اجتهاد ما فيش فيه اجتهاد خاطئ اختصاص المكاني ده ما فيش فيه اجتهاد زي وكيلي النيابة لما يصدر إذن لضبط متهم خارج خارج اختصاص دائرة اختصاص المكاني اللي هو بتاعه وكي نيابة يعني ما ينفعش وكي نيابة عبدين يصدر إذن لضبط شخص ومسكن متهم مقيم في المقاط ما ينفعش هو العدم سواء باطل ليه؟ لأنه خالف الاختصاص خالف الاختصاص المكاني وده الدفع فيه بيعتبر دفع من نظام العام وهنا إذا تم الكلام ده خلال حكا بتنحكم خلال بطلان الإجراء ويترتب عليه بطلان كل الإجراء طيب اللي يزبط ده مين بقى؟ اللي يزبط البطلان مين يا أستاذ؟ المحام اللي يزبط البطلان في كل ما يتعلق بأي إجراء هو المحام سواء إجراء التحريات، سواء إجراء الضبط، سواء إجراء التحريز، سواء إجراء التحليل، كل من له صلة بالواقع سواء دليل إجرائي أو دليل موضوعي اللي يبحثه ويقدم عكسه المحام المحام هو ده؟ المحام اللي إيه؟ اللي فاهم المحام 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 اللي المحكمة بتقامت وقاملت عشان المحام المحام اللي فاهم ومطلع ومفكر ومبتكر ومبدع وعارض لحقيقة غيبة عن الدعوة في الأوراق وقدمها للمحكمة كما لو كانت المحكمة تعايشة الواقع دي وموجودة على مصرحها بتوحك بالرغم منها ما شافتش ولا حد شاف لكن الدفاع وفرص الدفاع أكد للمحكمة أن انتوا كنت موجودين على مصرح الواقع بالدليل دليل موضوعي أثبت بقى نثبت أن ده هو الشمس ماشي الكهرباء عندي دليل يأكد الكلام دي أثبت مش انت بتقتنع مش انت عايز نقنعك يا تقنعني بالمنطق والعقل يبقى هو ده يبقى هو ده المحام هو ده المحام فإذن إذن لما نيجي نقول الإجراء يبقى أنا عارف الإجراء ده مدخلوا منين الدليل الموضوعي ده بدأ إزاي وأنا هتعامل معاه إزاي يبقى كل أدلة الدعوة مملوكة في مباشرتها لسلطة التحقيق النيابة العامة والمحكمة والدفاع بس لما تيجي تشوفوها بقى من ناحية العملية تلاقي الدفاع أكتر تلاقي الدفاع له دور أكتر ما هي القضية لما بتتحل النيابة ما النيابة بتحل القضية بتقدر وصف بتاعها وإيه هو روتين ماشي روتين ماشي ما فيش مشكلة قضية تعدى عن نفس قضية أموال عامة قضية مخدرة آية كل قضية بتاخد إجراءاتها تبقى لقانون الإجراءات وتبقى لقانون العقوبات والقوانين الثانية لو كانت فيه وقعة في القضية دي حان بناء قضية ماشي بتحال ماشي الدينة ماشي لكن لكن مين اللي بيوقف عشان يطلع جديد هو في عامة هنا القضية دي مش قاتل عمدي ولا صوت التراصل لا مش كده خالص لا ده لها صورة تانية خالص ده مش هجرة وضربة أفضل إلى موت ده قضية قاتل عمدي بس ده ما فيش فيها اقترام ده كده الله انت هتعمل زي كده ها ومان المحكمة هتحكم على ايه ايوه المحكمة بتحكم في الآخر على دفاع المتاح المرء والمسموع والمكتوب ما هو هنا بقى الفايصل ولذلك قالوا ان المحامي مبدع والقاضي مرجح ها القاضي مرجح وإحنا مبدعين مبدع ليه لأنك انت مبدع لصورة وقعة لم تحملها الأوراق مع ان دي ملف الدعوة الأصلة دي ملف الدعوة الأصلة اللي مكتوب اللي رايح للمحكمة ولكن مش هو ده اللي حيبقى محل الحكم لا محل الحكم السورة الأخيرة التي يقدمها الدفاع مشفوعة بأدلة إجرائية وأدلة موضوعية وأدلة فنية تؤكد تؤكد صدق الصورة التي اختلقها وأسسها بدليل موضوعي وعرض على المحكمة لكي تكون في مصاف الميزان بين أدلة السبوت من النيابة العامة وبين أدلة السبوت المقدمة من الدفاع على عدم صحة الوقع ما هي دي أدلة السبوت ودي أدلة السبوت مش كل ده أدلة السبوت بس أدلة السبوت من وجهة نظر النيابة تطبيق أقصى العقوبة على المتهم تبقى للقيد الوصف الوارد بأمر الحالة أه أما أدلة السبوت للدفاع فأدلة السبوت الدفاع أدلة مقدمة من المتهم نتيجة فكر وتمحيص وفحص لصورة تتفق مع العقل والمنطق تؤكد عدم صحة الوقع هذه الصورة تحملها أدلة أدلة قولية وأدلة مادية تؤكد صدق دفاع المتهم ويصبح دفاع المتهم ما بعثه الجزم واليقين وخاصة أنه لا يوجد في الأوراق ما ينفي أو يشكك في دفاع المتهم ولو وزننا بين دفاع أدلة السبوت المقدمة من النيابة العامة وبين دفاع المتهم لا رجح دفاع المتهم وأصبحت براءة المتهم ما بعثها للجزم واليقين الذي لا يقبل الشك هنا هنا لما تيجي المحكمة تحط الصورتين قدامها صورة بتاعت الدفاع المقيدة بأدلة وبراهين والصورة بتاعت النيابة المقيدة بأدلة وبراهين ولكن لا يعلم مدى صحتها من عدم ليه؟ لأن الأدلة دي من ضمنها شهود إثبات ادعوا أنهم شاهدوا الوقع محل التحقيق وتبين فيما بعد أن هؤلاء الشهود لم يروا حقيقة الوقع ولم يروا الوقع بأكمالها أو كانت شهادته محل مصلحة متأثر بمصلحة خصم لم يرى الوقع كما قلت وقعة سماعية أنا سمعتها واحد قال له آه ده أنا شفته وهو كان بيدرب كان بيقتل كان بيتاجر أو يبقى شهادة سماعية ما تنفعش شهادة مشكوك فيها في تواجده على مصرح الوقع ليه بقى؟ لازم تعرفوا حاجة تبقى عمرك كله من يتواجد على مصرح الوقع شاهداً كان أي نوع الوقع وتواجد على مصرحها منذ أن بدأت إلى أن انتهت وعاش جميع مراحلها يستحيل أن يستحيل أن يختلط الأمر عليه عند طلبه للإدلاع بهذه الشهادة مهما مر ذلك من الزمن ومهما مرت مدة من الزمن لغاية ما يموت ليه؟ لأنه تواجد على وقع شاف أحداثها سمعها حسها شفتها بعنية شفتها ببشاعر كلها أحداثها قدامي عمالة واحد اثنين ثلاثة لغاية ما انتهت بد شفتها والراجل خارج من وسط الزراعات وشايفه كويت وشايف ملامحه وممسيكاً بسلاح آلي وتوجه صوب المتهم وكان المتهم يجلس أمام منزله أو بجانب أحد الطريق وقام بتصويب العيار الناري على رأسه وأطلق العيار الناري وخرج منه عدة طلقات سريعة أصابت المجنى عليه وأودت بحياته في الحال دي تتسي دي تتسيش دي أنا شفتها بعناي وسمعت والطلقات عمالة بتهز فيه وأنا وأنا موجود وشايف من أول ما بدأت لغاية ما انتهت يبقى هنا حديث الشهادة ده هو لازم يكون كده ما يجي لي الشاهد تقول له ما تفصيلات شاهدتك أو أنت إيه اللي حصل يقول لك كلام بعيد عن الموضوع ويقول لك أول مجنى عليه فلان طب كان السلاح اللي معي يقول لك أنا مش فاكر سلاح طويل ولا سلاح قصير أنا ما عرفش هو ضرب كم طلقة ما عرفش المسافة كانت قدي أنت جاء تعمل إيه أنت جاء تعمل إيه ده أنت لازم تبقى عارف كل جزئية مهما دقت تتعلق بهذه الدعوة لأن أحيانا أحيانا كلمة واحدة كلمة واحدة بتضيع الدديل في القضية كلمة كلمة تيجي على الإنسان شاهد بالصدفة بس طلع حقيقة خرجت عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ألهامه على كده أنه هو يقول الكلمة دي لأن الكلمة دي فيها الحقيقة لأن قضلة الدعوة كلها فيها غمود والراجل ده مظلوم تعربنا بقى فيقول كلمة المحكمة بتقوم مسكها يقوم الدفاع مسك ده قال كذا ده قال أن تجوه كان مظلم والرؤية غير واضحة أه فين جوه والمظلم والرؤية غير واضحة طيب أنت شفت إزاي ألا أنت حددت المتهم إزاي طيب حددت طيب تقدر تحدد نوع السلاح إزاي والرؤية غير واضحة أصلي أصلي خلي بالك موضوع وملابسات الدعوة وظروفها وتوقيتاتها دي عامل أساسي في الدعوة في إخراجها للحياة عشان تحكم عليها إنت تزاي لكن الموضوع مش نصوص قانون بس لا نصوص قانون دي ايه بتحدد العكوبة نصوص قانون بتحدد العكوبة نصوص الإجراء بتحدد إذا كان الإجراء ده صحيح ولا ما صحيح إيه الإجراء بغطل ولا ماش بغطل نصوص قانون إجراءة وقانون حكومتها لكن الواقعة دي واقع بتنظموا القوانين اللي أنا قلت عليها دي لكن الواقع وأدلته وظروف الدعوة حتى سبحان الله الظروف الجوية لها عامل الجغرافية لها عامل لها عامل الظروف اللي المكان اللي إحنا عليه ده له عامل البسافة بين المتهم والمجن عليه لها عامل طبيعة حركة الجسم لها عامل كل ده لما لازم تحطه في اعتبارك وانت بتصيغ دفاعك وبتحكم على الصورة اللي انت هتخرجها ازاي هو ده والقانون بعد كده انت اللي هتقوله والواقع حيفرضه على المحكمة قانون انت اللي هتقوله وحتفرض الوصف بتاعك على المحكمة مش عافية لا قانون وواقع بقى هو المحكمة بتقتني عليه باللي حضرتك بتقوله ليه لأنك انت لما انت عرضت صورة جديدة للواقعة وقيتها وشفعتها بأدلة موضوعية تؤكد صحة الواقعة المحكمة بتشوفها قدامها اه بتشوفها قدامها بتشوفها قدامها وتبدأ تقتنع ولما المحكمة تقتنع قال لا ده اقتنعت بالتصوير بتاعك وقادلتك اللي انت جايبها وبتقولها كلام شفوي والصورة دي بترجحها على الصورة اللي حملتها الأوراق في اللي هي الصورة اللي محالة من النيابة أولا ده عشان احنا نتوصل لده حضرتك يبقى انت بقى في الوقت ده ارتقيت في كل ويبقى انت الوحيد في الدعوة ايه لما قولك انت صاحب الابراء اه قال لا ما انت اللي بتختم الدعوة مين بيختم الدعوة الجنائية مين او المدنية مين بقنا محضرتك محضرتك مش انت اللي بترافعوا مش انت اللي بتحددوا للمحكمة احنا عايزين ايه عشان نبدأ نكون عقيدة ونبدأ نترافع مش بتطلبوا كده مش بتطلب شاهد ايا كانت شاهد مش انت اللي بتحدد امتى حتترافع لا مش انت بحكم الواقع والقانون انت السنانيو بتاع القضية في الاخر اه واللي هو صاحب السيناريو الاخير ده اللي هيختم بموضوع يتعلق بحياة بني ادم من اخطر ما يقول ليه موضوع ما السهل ده احنا عالم لما موضوع يكون معروض قضية قدل والنيابة مقدمة ظروف مشددة وطلبة تبقى للقييد المواد الاتهام حالة درمو انت بقى انت بقى حضرتك كدفاع علشان تقدر بينك وبين نفسك تشوف دورك ايه وتشوف مكانتك ايه وتشوف قيمتك ايه وتشوف شخصيتك ايه في الموضوع ده مع نفسك كده بقى شوف انت هتعمل ايه شوف انت هتغير ايه طب ايه بقى رأيك لو انت نجحت في انك انت عدلت القدو الوصف الوارد في امر الاحالة المقدم من النيابة العامة والتي طلبت فيه تطبيق مواد الاتهام ومواد الاتهام تخضي باعدام المتهم وفاضل على الحكم بتاع المحكمة حكمة المحكمة وانت بقى حضرتك جيت ترافعك وتترافعك وجهزت وجه التدرك قلت لا ده انا بدفع بانتفاق كافة الظروف المشددة في الدعوة دي من سبق اصرار وترصد واتفاق واشتراك ومساعدة واختران وان الواقع دي دي مشجرة تعددة اطراف وظروف الواقع يستحيل معها تحديد شخصية المتهم ما هو انت بقى حضرتك بحزت وجبت ما يفيد لما الشاهد قال ان الرؤية كانت واضحة ما احنا احنا بنشتغل شغل ايه انت جبت بقى ما يفيد واستندت الى دليل مادي واستندت الى واقع موجود اسداء ارتكاب الواقع دي ان الرؤية ما كانتش واضحة مش واضحة اه الرؤية مش واضحة الرؤية مش واضحة دي بيترتب عليها الحديث في كل قدلة الدعوة يبقى لا ايه وهتثبت بقى بالدليل القاطع ان دفاعك ده صح واحد اتين ثلاثة طب لو حضرتك سبت للمحكمة اني الرؤية اسناء ارتكاب الواقع كانت غير واضحة وان الواقع كانت في مكان في مكان محيط بالزراعات الكسيفة محيط بالزراعات الكسيفة والساعة كانت كذا بعد المغرب وما فيش اعمدة انارة وما فيش اعمدة انارة يبقى هنا حديثك حديثك في عدم الرؤية امر يستند الى واقع مادي ملموس وحجيب شهادة من الجهة المختصة اني مفيش اعمدة انارة في المكان ده خالد ده العصر تبقى الدنيا الدنيا بتبقى لواحد مش هاي لان المنطقة محيطة بالزراعات الكسيفة وطويلة وبتحكم الرؤية لان فيه ازراعات بتبقى ما تقدرش تخش فيها لان الرؤية مستحيلة لكسافة ازراعها طب انت بقى ثابت الكلام ده يبقى حنبدأ نتكلم في ايه بقى الظروف المشددة اللي النياة بقى حالية المتهم بيها وقالت انها ثابتة تبقى لأقوال الشهود المتأثرين ببعض الأمور في الإدلاق بالشهادة حتى شرف حاجة كلنا بشر وكل ابن قشر ابن قدم خطاء والنهاردة انا انا شعرفني فين ان الراجل اللي بيشهد ده راجل بيشهد شهادة حق قدام ربنا عارف عقوبة الشهادة ايه وخايف بينه وبالربين خايف بالربين فيقول الحقيقة ان شاء الله يكون حتى ايه مشكلة يبقى لما انت حالك تزبط دي بقى وتبدأ تتناول الظروف المشددة دي ظرف ظرف وتنتهي الى عدم تواجد وانتفاق كفة الظروف المشددة يبقى وبعد ما تخلص بقى دي يبقى انت نفيت جميع الظروف المشددة عن الواقع اه كده بقى نبدأ نشتغل في الواسعة المساحة بقى قدامك واسعة ليه لانك انت لغيت الظروف المشددة اللي هي دليل قاطع صعب لما تنفز انت خلال موضوع القديل لموضوع الصورة دي وتبدأ تقدم جديد وجديد مؤيد بقى سنيد خلاص هنبدأ هنشتغل بقى وتبدأ تقول تكيفك القانوني للواقع ايه هل قاتل عمد هل ضربه افضل الامود هل مشاجرة كل ده ده بقى ايه احنا بنلعب في الايه خرجنا من من الاخطر خرجنا من المفتي ربنا بعدنا عنه طيب هنا بقى لما تيجي تترافع ما انت حتقول تعديد القيد والوصف الواقع مشاجرة وكلامته كله او قاتل عمد لا ما انا هقول الدفاع ما اخلي بالك ما انت بتعدل القيد والوصف وبتقول الوصف القانوني اللي الواقع من وجهة نظر حضرتك وتبدأ تترافع في الوصف الجديد اللي انت من وجهة نظرك اسبقته عالواقع مش هلغز ظروف المشاهدة ده بس لا الواقع بقى بقى قدام المحكمة خلاص بقى المحكمة انا حسيت المحكمة خلاص فانا لازم اقول والدفاع بقى بالنسبة للواقع الموجودة دي هل دي مشاجرة هل دي قاتل عمد هل دي ضربه افضل لامد طيب ايا انكات الواقع هترافع بقى هقول دي الواقع دي مشاجرة والجو كان كذا وتبدأ تقول بقى تحدد الدفاع الجديد وتقول ان يستحيل تحديد شخص محدث الاصحاب او القاتلة دي الواقع دي عمد بس ما فيش نيط زاك روح خالص ما فيش نيط ما فيش قصد جنائي خاص اللي بيتطلبوا جرائم التعدى على النفس ده ما فيش تبدأ تترافع على صق على عدم وجود دليل في الواقع اللي حضرتك انتهيت اليها في تصويرك الجديد للواقعة وتبدأ تقول انا بطل براية المدة تأسيسا على على القدو الوصف الجديد ما انا خلاص بقى انا الوصف المشدد انا لغيته انا بدأت بقى اترافع في الوصف بتاعي اللي انا قلته للمحكمة تبقى للمواد كذا وكذا والمحكمة كتبت وقالت وطلب اتفاع تعديل القدو الوصف كذا تأسيسا على كذا لازم انا بقى ابدأ دفاع على التصوير الجديد ونبدأ نقول الكلام هنا الامر ده اعتقد يعني انه هي دي المحمية هي دي المحمية خلي بالكم احنا بنترفعش من ورق اهو انا نترفعش من ورق هنا اوقفنا عندي يا باش احنا نترفع احنا نترفع بقى ايه انا حقول لك مش مادة اتنين ثلاث خلي بالحضراتك انا حقول لحضراتك انا حقول لحضراتك احنا لازم تبقى عارفين انه كل وقعة لها ظروف لها ظروف وكل وقعة لها دفاعها حسب ادلتها وكل وقعة لها انا حبدأ منين وانتهي منين والدفاع بتاعي حيبقى ايه وخلي بالك لازم المحكمة تشد المحكمة وانت بتترافع لازم لازم المحكمة تتأثر بك وانت بتترافع لازم لانك انت بتشوف تأثير المحكمة من مرافعتك ولذا المحكمة بتتأثر بمرافعتك ودفاعك بيبقى دليل على ان المحكمة ابتدأت تقتنع بصحة دفاعك ليه اصلي ماهو انت محامي وانت بن ادم وانت لك مشاعر ولما انت بتترافع بتترافع بكل مشاعرك كل مشاعرك كل مشاعرك بتتحرك بتتحرك ايديك بتتحرك يعنيها بتتحرك لما اتحرك في عرض دليل معين بيبقى الحركة دي دليل بيخلي المحكمة تحطها في اعتبار ليه الله ماهو زي انا بعمل المحكمة بتعمل المحكمة عندها مشاعر المحكمة وايه والقاضي لا يقضي وهو غدبار ماينفعش ولا هو متأثر بعطفة ابن العواطر ولا هو متأثر بيحق خالب لا يقضي هو غدب اعتبار القاضي مرتبط بواقعة واتفاع يبقى اذا اذا وخلي بالك لما بتترافع بيبقى المحكمة معاك ماشي معاك يعني ماشي معاك في الحديث ماشي معاك انت وصلت الفين ما انت ساعد بتاخذ المحكمة بدليل اجرائي او دليل موضوع وتوصل بها لنقطة معينة وتقوم راجع بها تاني وار لما ترجع بها تاني مش بتكرر لا ده انت بتأكد وبتطمن على ان المحكمة هي فين معاك وصلت لغاية فين هو ده المرافع فاحنا لما نقول بقى دفاع اه دفاع الواقعة المعروضة هتبقى كذا كذا طب هنقول النهاردة النهاردة احنا كنت في قضية مخدرات شوبرة وجاية اترافعت وجاية القضية دي القضية دي فيها محمية فيها محمية صحة 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 وكلها وكلها مرافعتها وادلتها محمية ليه هي كمية مخدرات عشيش والبتاع القراص دي ترامادول ده كمية كبيرة ومخدرات عشيش كتير اه ما هي وقعت للاتهام واحدة الا لا نفترض المتهم معترف بس احيانا خلي بالك لو متهم معترف وابتوصال لتغيير القضية والوصف ويمكن يكون اعتراف المتهم ده دليل على عدم صحة القضية والوصف ده حاجات موال كبيرة في الاعتراف خلي بالك الاعتراف ده مش دليل يعني لا الاعتراف سيد القديم ده لا 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 قار ده الاعتراف ده اداري يعني الاعتراف ممكن يكون وليد اكراه معناوي او اكراه ادبي ادى الى تأثير على المتهم ووضعه تحت ضغوط نفسية اكبر من الاعتراف تحت ظرف الاكراف ويقرر ما لم يحدث خوفا من ان يتم الاعتداء على اهلياته او 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 هنا ادي اعتراف والاعتراف ده ما فيش ما فيش اكراه على المتهم ما تضربش ما تعلقش ما فيش ايها انما هم استعملوا امور معاه اكثر قوة وخطورة من الاكراه والتعادي البدلي فبيعترف ترقائي لما بيروح النيابة بيبدأ لو كانوا هو اتعرض على النيابة براحته بس لوحده والنيابة تحقق كده هيقول لا ما حصلش ما حصلش خالص وانا وانا انما ان يستحب ويروح معاه النيابة ويخش وادمعها جوه عند وك النيابة وحرصه لو ريارت انت جاي هترجع هتشوف النيابة فهو رايح مجبر على حديث لم يصدر منه ولم يرتكبه ولم يرتكبه انما الحديث كله غريب عنه مملع عليه هقول 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 احنا احيانا النيابة بتبقى مع اه 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 انما لو حضر محامي لو حضر محامي بس هم في التوقيتات دي بيعريضوا المتهم في وقت ما فيش في محامين ووقت النقابة فيها مغلقة عشان المحامين روحوا ويوم جمعة ويقول لك احنا هتعذر وجود لان النهاردة يوم جمعة وكام دي كل مع ان المفروض انما هو خلاص الامر بس خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى بيوصل ان الحق ورده لازم ما المحكمة تيجي تحقق الاعتراف خلي النيابة مشت المحكمة تيجي تحقق الاعتراف لان العبرة بالتحقيق الموضوعي الذي تجريه المحكمة وان العبرة في تحديد القيد والوصف القانوني هو القيد والوصف الذي تسبقه المحكمة الجنيات التي هي محكمة الموضوع على الواقعة وليس بالقيد والوصف الوارد لها من النيابة العامة عرفنا دي ها ليه هقول لحضرتك ده هو في الجنة هفي الجنة هلازم نقفه محامي بس الواقع بقى بيتعرض المتهم في توقيتات يتعمده ان يبقاش في محامي مع ان المفروض لو ما فيش محامي فعلا ولا فيه ولا في انقابة والنهار ده الجبعة وما فيش حد حاضر والكلام ده كله واجب على وكيل النيابة المحقق ان يتصل باحد المحاميين ويطلبه كله تعالى عشان عايزينك تحضر تحقيق والكل اتصال ده رسمي ويثبت عنده في دفتر ان هي ساعة كذا يثناء إجراء تحقيق في القضية رقم كذا المتهم فيها كذا لعدم موجود محامين كتطرت النيابة العامة بالمستاذ فلان الفلاني وانتدبته لحضور التحقيق مع المتهم ويحدد له اتعاب ويثبتها في الدفتر اسوة بالمحامين المنتدبين في محكمة الجديد يعني القانوة بس يبقى عايزين ايه الضمير ضمير ما هو فيه محامي يقول لك محدش جاه ويثبت برضه ان تباين عدد موجود احد من المحامين وانا اقول فيه يوم اجادة رسمية وانتصلنا ملقاناش حد ويثبت المرحوزة عشان ايه يبقى انت عملت حاجة اللي عليك اللي عليك انه مكفروض تتصل بمحامي وتجيبه علشان يحضر التحقيق طيب لما احنا بقى وصلنا لل للتحقيق اللي تحددك وتقول عليه ده ونقول الدفوع وكام تقول انما خلي بالكم في القدوة الوصفة ده مهم جدا خلي بالكم ايا كانت الواقع تعد على النفس اموال عامة خدرات ايا كانت الجريم فالقدو الوصف اللي هو اللي المحكمة هتمر به واللي هتنظر للمحكمة والمحكمة هتحكم به القدو الوصف الذي تتبيغه المحكمة على الواقع يعني المحكمة لما تلاقي قضية مخدرات محالة من النيابة لان المتهم فلان فلان الفلاني وفلان الفلاني كونه تشكيل وحرزوا وحازوا مواد مخدرة وقراص مش عارف ايه بقصد الاتجار خلي بالي بقصد الاتجار وحالت لكده والنيابة قايت على الواقع بأنها الحيازة بقصد الاتجار الحيازة دي حيازة ايه حيازة مجردة حيازة بقصد الاتجار حيازة بقصد التعاطي حيازة بغير قصد الاتجار او للتعاطي او الاستعمال الشخصي كل دي صور الحيازة النيابة حالة الواقعة وحالة المتهمين انهم حازوا بقصد الاتجار خلي بالك حازوا بقصد الاتجار جات المحكمة سمعت دادرة القضية سمعت الدفاع خلصت حكمت مثلا بعقوبة معينة ثلاث سنين خمس سنين وجات كليا ويبتستعد الواقع وحاسوا أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في القيد والوصف الذي أسبغته على الواقع وأن الواقع لأنه خلت تماما من تواجد ظرف الاتجار أو شروط ولم يوجد المتهم أنه يتعامل بالمخدرات أو توزيعها على المهم ولم يوجد أدوات مثل ميزان أو الأدوات التقطيع ولكن الواقع طال المحكمة أنها حيازة مجردة بدون خصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعبال الشخصي يبقى المحكمة عدلت الواقع من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة مجردة أو إلى حيازة بقصد التعاطي هنا أو ممكن بقى المحكمة تعدل الواقعة من قصد التعاطي لقصد الاتجار الله ده كده بتعدل للأشاد بتعدل للأشاد يبقى هنا يجب على المحكمة أثناء نظر الدعوة ويكونت عقيدة ورأي أن الواقعة دي ما زي النيابة محلتها ده الواقعة دي بقصد الاتجار أثناء نظر الدعوة تقوم المحكمة تعمل إنها تنبه المتهم وتثبت في محضر الجلسة والمحكمة عدلت القيد والوصف من حيازة بقصد التعاطي إلى حيازة بقصد الاتجار وتثبت تكادل في محضر الجلسة ونبهت على الدفاع ونبهت على الدفاع لأننا بعدل للأشاد إناكي لكن لو أنا بعدل للأخاف مش مهم ما هو المصلحة المتهم مصلحة المتهم ولكن إذا كان للأشاد فيجب أن أنا أثبت في محضر الجلسة إن القيد والوصف كذا ونبهت المحكمة على الدفاع بالقيد والوصف الجديد وبعدين تبتأ أن تدفاعك بقى هتبدأ أنت ممكن تطلب من المحكمة التأجيل علشان أجاهز دفاعي على القيد والوصف الجديد اللي المحكمة عدلته لأنا أنا جاءت رفع لأنه دي تعاطي فالمحكمة تجيبك لطلبك فده ده ده بقى ده المحمال مش ده ده المحمال ده 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 الواقع ده اللي إحنا هنعمله طيب طيب لما نقول بقى ده مبدأ ليه بقى خلي بالك لا يضر الطاعن بطاعنه خلي بالك اربطوا بقى الكلام ده بالإجراء اللي بتعملوا المحكمة قاله طيب لما المحكمة تعدل بالقد والوصف للأشاد القانون قال لا قبل ما تعدل القد والوصف يجب تعملي كده لمصلحة مين لمصلحة المتهم ليه عشان تنبه المتهم وتنبه الدفاع بتاعه يا أستاذ اترفع القد والوصف الجديد ده يبقى حاريه المحكمة بقى القانون اللي حاريس على المتهم القانون والمشرع اللي حاريس على المتهم وانت ممكن حضرتك وانت بتترافع تعدل القد والوصف تاني بمرافعته وتخلقها تعاطي اه مش انا بترافع وانا الادلة اللي مقدماها دي مش الادلة دي موجودة في الورق وانا بترافع وبعدل قد والوصف بادلة واقعية وتبقى للقانون ماشي العبرة بما تنتهي اليه المحكمة وبما ينتهي اليه الدفاع لما نيجي نقول اني لا يضر الطعم بتاعنا ازاي الكلام ده بقى لما تيجي يا أستاذة نعمل معارضة في حكم غيابي مين له حق التقرير بالمعارضة من له الحق بالتقرير في المعارضة المتهم وكيل المتهم مسؤول عن الحقوق المدنية ده لما حق فيه التقرير بالمعارضة طيب المعارضة بقى انا اعرف امتى ان انا انا قد يكون ان انا اعرف ان انا خدت حكم غيابي وارا اعمل معارضة وقد يكون ان انا جيت الجالسة والمحايا بتاعي قال لما تحضرش الجالسة دي يعني عن سيب ان تاخد غيابي اما نشوف المحكمة هتعمل ايه ده واقع موجود يعني واقع موجود طيب جينا المتهم ما حضرش الجالسة المحكمة حكمة غيابي طيب طيب ما المتهم خايف ما يمكن تنفيذك ياخده فيروح يعمل معارضة خلاص عمل معارضة بشخصه او قال للمحامي يروح يعمل لي معارضة عمل معارضة طيب ما حصلش يبقى نبدأ حق المتهم بالتقرير بالمعارضة من امتى وكم يوم لا صدور الحكم بقى ما هو صدور الحكم ممكن ان انا بعرفوش خالق من تاريخ اعلانه بالحكم الغيابي من تاريخ اعلانه بالحكم الغيابي يبدأ مدة حساب عشرة ايام من تاريخ اعلانه بالحكم الغيابي ده الحكم الغيابي مش مجرد صدوره وكده لا ما يستريش معاد التقريب بالاستقناف ليه لان العلة من ان انا احسب المعاد علم المتهم علم المتهم بالحكم الغيابي واذا وصل اليه العلم يبقى من حق القانون يقول له انت هتعمل من يوم كذا عشرة ايام تقرر بالمعارضة يبقى يعني التحوطا بقى من خلال عشرة ايام من تاريخه اعلانه بالحكم تمضي عليه مضيت ان شاء الله يكون بعد ويظل يظل خلي بالكواب المعاد ساري حتى حتى تنقضي الدعوة بمضي المد شفتوا بقى الكلام تفهمت دي يعني نفترض ايه الدعوة بتنقضي بكم في الجنحة تهات سنين حق المعارضة لم يعلم بالحكم المتهم لم يعلم بالحكم ولم يصل اليه علمه باي طريقة وما عملش معارضة ولا المحامي عمل معارضة المعاد هنا ماشي عدم علمه بالحكم ساري المفعول وده بيعتبر او بيحسب من المدة اللازمة لانقضاء الدعوة العمومية يعني يظل الحكم غيابي حتى لو وصل المدة لانقضاء الدعوة العمومية وما عملش معارضة تنقض الدعوة العمومية طب جيه بقى قبل قبل ما تنقضي الدعوة الجنية بشهر وراعم المعارضة خلال يا احنا خلينا في اللو خلينا لو ما هو خلي بالك نفترض حضرتك الراجل قل لك قل لك ده الحكومة جات أبضت عليهم برح في الكمين ما هو تمسك يا بيه أنا أقول تحيان المعارضة يا تمسك يا بيتمسك بس خلي بالك برضو ما يمكن يخافه يروح يعمل معارضة ما يمكن هو حيسافر رايح مشوار وخايف الكمين اللي على الطريق حيوقفه فيقول لك الله طب ما أنا عليك حكم الغيابي هيا يا مساء هيدرب على الكمبيوتر يطلع اسمي لا ده يعني أنا بكلم في القانون يا بي أنا بكلم في القانون أنا بكلم في القانون عموما مش بقول على حد أنا بكلم في القانون يبقى احتاطلي ده واحتاطلي ده في القانون بتكلم في القانون نعم الحكم الغيابي لا بس هو الواقع ان الاستئناف يحضره استئناف بس الابتدائي لو محامي يحاضر ابتدائي والمحكمة يا أستاذ فالمحكمة برضو بتعامله بمنتهى الاحترام وتقوله ترافع يا أستاذ وحناس بتحد والله يا أستاذ انا سأقول له حضرتك حك معلش اولا عملية السن والكلام ده برضو مسألة محل التقدير الأداء والخبرة وهو فيه محامي ابتدائي وعنده خبرة ما شاء الله وبيشتغل كويس وفيه محامي استئناف بس كل واحد يبقى حسب تخصصه يعني مثلا تلاقي المحامي الابتدائي ويبقى لسه يعني شغال متخصصي في كله ولكن فيه قضية بقى تعدى عن نفسه والكلام ده كله ما عليش لا لأني خطورة 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 القضية دي لأن انت بتتحملي مسئولية روح بني آدم روح بني آدم بني آدم ودي صعبة صعبة جدا 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 ويعني الحديث فيها بحساب والكلام فيها بمنتهى الدقة والتفكير فيها بيخرجك عن الدنيا خالص خالص فالأمر ده بيبقى صعب شوية وهقول لحضرتك حاجة ما فيه محامين ما فيه محامين بردو نقط وبيروح له واحد في قضية قتل بتاعه يقول له ولا يا استاذ ما عليش انا في الموضوع ده ما ليش فيه قوي ودي مسئولية وممكن تروح له محامين من اللي هما بيشتغروا بالحاجات دي ده عنده ضمير بيتحملش المسئولية دي لو هياخد أتعاب الدينة بحالك خالص مسألة المحاماة فيها خلي بالكو المحاماة فيها فيها رقية فيها ذاتية فيها ضمير فيها يعني سموكم اللي بتقدر اللي بيسمع لا لكن المحاماة فيها فيها فها مبادئ ما حدش بيجي نحياته كله بيحافظ عليه كله بيحافظ عليه لا لكن كل فئة فيها يعني كده وكده اه طيب لما نقول بقى معارضة طيب المتهم عمل معارضة وما حدرش معارضة بعد ايه ما خلق هو عمل معارضة هو لا هو عمل معارضة في الحكم الغيابي وعارض لجلسة كذا يعني عارف تاريخ الجلسة المحددة النظر لمعارضة جه بقى ما حضرش جلسة المعارضة يبقى المحكما嗯 ب zestعولة ايه اعتبار المعارضة كالل تاكن طيب يعني طيب إحنا المعارضة كالل تاكن الحكم ده هعمل في ايه حنستقنف حنستقنف الحكم المهارض فيه لأن المحكمه قالت اعطبار المعارضة كالل تاكن يبقى حكم عندول تماري فاخدنا هنستقنى في الحكم هنستقنى في الحكم في خلال قد إيه عشر تيام هو عدد أخذ لأن أنت عارف تاريخ الجلس وإنت اللي مقرر بالمعارض وما فيش حاجة وحدش هيعلنك لأن القانون بيقول كاد فهنا يبقى حساب الاستقناف عشر تيام من صدور الحكم في المعارضة باعتبار المعارضة كأن لم تكن خلصنا نعم طيب إحنا النهاردة المعارضة دي فيه أنت لازم تعرف لأن أنت اللي هتقعد جنب التجارات بتاع التنفيذ وحيطلع الدفتر وإنت هتقعد جنبه وحتمليه بيانات المتهم ورقم القضية وحاطيم دي لو كانت معك توكيل والقصة دي يعني بتاعتنا يعني أنت بتاعفل إيه في المعارضة فيه دفتر في المحكة في النيابة circusية والنيابة في كله في الدفتر المعارضة والدفتر الاستقناف دي دول اللي في في النيابة الجزئية فيات دا فيه تقرير في المعارضة فيه اسم المحكوم علي فيه رقم القضية فيه تاريخ الحكم فيه رقم الحصر وحضرتك وفيه البولك التحدد بيكتب كده تحدد نظر الجلسة دي يوم كاسب وتمدي حضرتك المتهم المحامل اللي بتمدي معك توكيل بيت توكيلك وبتمدي على المقرر بالمعارض خلاص وعرفت الجلسة وحجيب المتهم بتاعي طيب المتهم عمل كده نفس الإجراء طيب لو المسؤول عن حقوق المدنية هو اللي عمل معارضة هيا من المعارضة في ايه هيا من المعارضة في ايه المسؤول عن حقوق المحكمة الجنح حكمت مثلا بايه بحبس المتهم خمسناشر يوم مثلا وحكمت بالتعويض مثلا مين جنيه أو ميتين جنيه وهو كان طالب قد كده مبلغ قد كده طيب المحكمة لما حكمت هنا المستقل المسؤول عن حقوق المدنية لما ييجي يستقنف خلي المحكمة داد براء وييجي يستقنف المسؤول عن حقوق المدنية هاستقنف ايه بالزبط ايوة هاستقنف الشق المدني الدعوة المدنية فقط لا غير فقط لا غير لأن الدعوة الجنائية بتاعة المتهمة طيب لما ييجي المتهم يستقنف حكم. احنا قلنا المدعي المدني المسؤولية المدنية هيستقنف الشق المادني. هيطعم في الحكم اللي هو قضى بالتعويض. طب لما ييجي المدهم يستقنف بقى الحكم اللي هو العقوبة. هيستقنف ايه? دربوا عليه. هيستقنف الحكم الجنائي والحكم المادني. هيستقنف الاتنين. لان لما تيجي المحكمة تقول ايه? حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المدهم من الاتهام المسدد اليه ورفض الدعوة المدنية والزام رافعها بالمسروفات. الامور مترتبة. مترتبة قانونه مترتبة اجراءه. وكله في الاول وفي الاخر لصالح المدهة. يعني تلاقي القانون مد دمانات في المدهة. فهنا لما احنا عرفتنا بقى المعارضة ازاي? والاستقناف ازاي? نعم. خلاص? ايوة مش اقمر. انا انا على استعداد لاي حاجة. البعد العشر تيامن? اه بو سبيب. خلينا في القانون. وخلينا في العرف. خلينا في العرف. خلينا في العرف. وخلينا في القانون. والقانون والعرف مكملية. لما نيجي بقى او او ملا باشا. اه. مين اللي اجل? اه ماشي. اه. 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 وما حضرش. اه. يعني يعني المتاجي حضر وطلب طلبات. تمام. اه. 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 حضور اعتباري. حضور اعتباري. يا? استنى يا بيه باشا. استنى هقولك بيه. هقولك والله. هقولك. هقولك برضو. هقولك على انت بتقولس برضو. هنا. فضل بيه. اه. اه. بيه. بيه. انا مستعد. نعم. المستعد. مش كان خلي بالك. نعم. مستعد في الطرض يقول. واجهة على المحاصلة معجب المفتاح بالجالسة يا. خلي بالك. الكلام ده في حالة غير اللي انت حاجة بتقولها انت حاجة بتقولي المتهم حضر عمل معارضة وحضر الجلسة وطلب طلبات من المحكمة في الموضوع والمحكمة قالت قررت المحكمة التأجيل لجلسة كذا ماشي كطلب الدفاع وصرحت له باستخراج شهادة من إدارة الكهرباء أو من مش عارف ايه وصرحت له بتنفيذ الطلبات بتاعته وجلسة محددة بنقع طلب الدفاع جي بقى الدفاع المتهم ما حضرش هنا الحكم حضور اعتباري ليه هقولك بقى المتهم حاجة من المعارض ولم يقول له ده هانيه من المعارض هانيه من المعارض ويروح والموظف يمكنه من انه يعمل معارض يقول له لأه ومش لأه يخش الموظف المحامي اليوكين يقول له ازاي ده المتهم ما جاش وما كانش حضر الجلسة الاخيرة وبتاعه وكلام ده كل فكله بياخد على ايه ما حضرش بس ما حضرش ايه ما فيه انت ما تحضرش وعدم حضورك ده ضدك وفيه انت ما حضرتش وعدم حضورك ده المصلحتك بالقانون طيب انت حضرت وطلبت طلبات والمحكمة صرحت لك بطلباتك وجيت ما حضرتش الجلسة خلاص ما لاكش حاجة عند المحكمة وانا لاكش حاجة عند القانون طيب المحامي هيقول له تعالى نعمل معارضة ده الحكم غيابي لسه برضو الدنيا الحكم غيابي فحيطلع للموظف يقول له تقدر المحكمة يقول له لا هناخوش لوكين نيابا يخوش لوكين نيابا يقول له ايه انا المتهم بتاعي ما حضرش والحكم غيابي بالنسبة له ويه هنا عزل نعمل معارضة او كين نيابا برضو مش عارف يعني ايه حطور اعتباري ويعني ايه ويعني ايه ويعني لا ده هو اغيابي تم هنمكينك يا استاذ مكينه يا استاذ مدل ولمكنه من المعارض. حيجي عارض. حيجي عارض المحكمة اهدت يا ابن معضر الجلسة. معضر الجلسة. فيه قرار المحكمة. بالجلسة السابقة. وصرحت. وبنان على طلب الدفاع. يبقى هنا احنا اتكلمنا في الموضوع. يبقى هتقول هنا ايه بقى محكمة? هتحكم بايين? قلت. فلازم القانون خلي بالكه ليه عيون. القانون ليه عيون يعني? بتبدأ منين وتنتهي فين? اللي هو القانون اللي هو الاجراء. وفي نفس الوقت القانون لصالح المتهمين. ضمانة من ضمانات المحامين. فده اللي هو اللي احنا بنتكلم في الطعن بقى في كل اوجه الطعن. المعارضة لاستقناف او الطعن بالنقد. الاستقناف نفس الاجراء. واحد استقنف اه ما حضرش الجلسة المحددة لنظر الاستقناف خد ايه تأييد الحكم المستقناف. عمل معارضة استقنافية. دي حضر المعارضة الاستقنافية. ما حضرش معارضة استقنافية. يبقى اعتباض المعارضة الاستقنافية كألم تب. دي كارسة بقى. دي مشكلة. انما لما يعمل يجي الحكم الاول جلسة في الاستقناف وما يحضرش. هي من حقه يعمل معارضة استقنافية. هي المعارضة استقنافية خلاص ما فيش فهم مشكلة. يجي يحضر الاستقناف خلاص المحكمة تحكم بقى بايا كان الحكم بالقبول او الرفض. المهم الاجراء هنا الاجراء سليم بالنسبة لاجراءات المحاكمة بالنسبة للجنح المستنفى وبالنسبة للجنح. الحكم المعارض فيه لما بيطيبض على المتهم او يعمل معارضة بيبقى ده في الحكم المعارض ايه بيتطرق لموضوع الدعوة. هو هو بيعرض في الحكم. لكن الموضوع الدعوة هيطرح على المحكمة تاني اللي هي نظرة الحكم الغيابي. طب تعالى شوف بقى الحكم لان الحكم ده المعارضة بتعتبر اجراء. لما تيجي تشوف الحكم بقى الصدر من محكمة الجناية. ايه اثره? مجرد ان المتهم يعمل اعادة اجراءات. خلاص يعتبر الحكم كألم يكن. ما فيش حكم. خالص. طب لو المتهم اتقابد عليه. وهو اه حكم غيابي محكمة الجناية. مجرد القائل قبض عليه يسكت الحكم. خلاص. اعتبر كألم يكن. ويعمل اعادة اجراءات. والمحكمة تنظر الدعوة من جديد خالص. لأول مرة تنظرها. واحيانا المحكمة بتيجي تنظر دعوة. جناية قضية فيها حكم غيابي قبل كده. اصداد محكمة الجنات ما بتبقاش عارف ان فيها حكم غيابي. لان مفيش حكم ان المتقدرات اخد حكمه وراحت النقطة. اول السكرتير بقال لهش ان فيها حكم. ليه? لان القضية تبقى للقانون منظوره قدامه من جديد. قال نفترد الحكم الغيابي ده كان مدي اعداية. غيابي. وجيه هو عمل عادة اجراءات. ونظرت المحكمة الدعوة. وحققتها. وبشرت اجراءات المحكمة. وسمع الدفاع المتهم. وقضت ليه في الاخر بالبراء. لا يتعلم على المحكمة. صح. اجراءة صحة وقانون صحة. وحكم محكمة صحة. ليه? لان الحكم الغيابي ده بيعتبر مجرد علم المتهم به بيعتبر كألم يكن. خلاص. الحكم تاني. ولذلك احنا لما نيجي المترافع في المحكمة الجنايات. وعارفين ان فيه حكم صادر. ما نقولش ان ده فيه حكم كذا كذا كذا. بيفاعش. ما يفاعش خالد. ده مأخص عليك. يعني لانا من اسبوع واعشرة كنا مترافع في قضية برضو كان احد الزملاء معانا. وبيقول له ده الحكم الغيابي ما يدي كذا وقيل كذا وقال كذا. يا استاذ. يا استاذ. انا مليش ضعب الحكم الغيابي. يا استاذ كلمنا في موضوع الدعوة بتاعتنا. انا انا المحكمة على خطة ايه بالحكم الغيابي? انا انا مقاميش حكم الغيابي. وما ليش حاجة في الحكم الغيابي. انا قدامي دعوة بنظرها من جديد ده انت تتصوروا يا بيه بص بقى بص يا بيه ليه الناس صحة برضه وهو انت لازم تجيب الحكم الغيابي وتشوف الحكم الغيابي استند لإيه استند لإيه في الإجراءات في الدليل في الكلام ده كله وهو سبب على إيه أسباب الحكم وتقراها والواقع موجوده قدامك يبقى هنعرفنا وجهة نظر المحكمة أثناء نظر الدعوة انتهت بالحكم الغيابي ده طيب بقى أنا حنيجي بقى فين جال بعد عادة الإجراءات حنيجي النفس الدائرة اللي قضلت الحكم ده ونقول لها أنا طلبت برؤية المتهم من التام المسند لي تسلسا على كذا 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 ماشي كلام صح وحقك وتسمعك وتحقق دفاعك وتديك براء ولا لا يا بيه زي من اسمعك ده دي لنك تخير بتابين لو ما فيش ناس بتسمع الكلام زي خلي بالك حاجة خلي بالك خلي بالك ايهو في الناس تاني ورايا فين هقول لها هقول لها حضرت لا 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 هقول لها حضرت مهو بصها بي صاح انت بتقول نفطارت بس يا وساد واحيانا انت بتيجي تترافع اه ببوزة دي لنك والله العظيم ببوزة دي لنك والله العظيم وساعات الواحد بيقوم شده لما يا الواحد عم بيشده كتا ايه ما ما اتجاه المحكمة لصالحك يا عم بتجاه المحكمة لصالحك انت عايز ايه يعني عايز عايز تعمل ايه اشهار لجمهور ما هو خلي بالك في نجمة ترافع لجمهور في نجمة ترافع لجمهور والله ومس المحكمة بعيد لكن ما احنا بنقول ايه المحامي بيختلف عن القاضي وعن النيابة وكام ده لي بقى لانه لماح وزاكي وانت لازم تبقى محامي ناجح لازم تبقى عندك قوة زكاء خارقة ولما حاوي للجهات اللي انت بتعلم ما هو نبص للمحكمة اعرف اتجاهها ايه اعرف لازم اعرف اتجاه المحكمة ايه طيب المحكمة عادت اجل بس ما ينفعش المحكمة تقولك واستاذ انا هنأجل النهاردة ما ينفعش تا المحكمة ومفترض ان المحكمة اري القضية وحفظ القضية وجهزالك عشان تترافع وبالعكس انت لما تطلو تقولك ايه استاذ ليه الشهود ايه اللي انت عايزها تم شهود ااا اقوالهم موجودة في التحقيق وامر الاحالة طيب انت عايز ايه لازم دايما المحكمة حريصة على الفاصل واللي بيأجل الدفاع وما ينفعش ان المحكمة تقولك انا اجلتها عشان لا متنفعش الا في حالة واحدة لو المحكمة قارية القضية وعايزة تستعلم من جهة معينة عن إجراء في الدعوة تم فيها يبقى المحكمة تأجل حقها حقها المحكمة عايزة طبيب شرعي وانت ما طلبتش حاجة كدفاع من حقها ليه؟ لأن المحكمة بتحقق القضية ولكن عادة ذلك الطلبات بتبقى للدفاع ولكن أنا شفت المحكمة للظروف معينة عايزة تأجل قضية فأنا أول ما بص أعرف جاهزة أستاذ لو لنا لنا طلبات خلاص طلباتك إيه؟ أخر الجلسة ماشي كده هنا يبقى أنت فيه انسجام بينك فكري بينك وبين المحكمة أنت عارف زين المحكمة وعقدة المحكمة أنت عايزة إيه؟ أنت نفس الوضع فهو ده بقى اللي بيحصل بين المحكمة والدفاع بصفة عامة في الدواري الجنيات بيبقى المعاملة بتبقى محترمة على قدر على قدر تصرف بتاعك والشخصية بتاعتك ودول يعني بيبقوا بيحترموا الدفاع جدا 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 وأي طلب وخلي بالك معاملة وتقديرك قدام الموكلين وتقديرك قدام الجمهور وتقديرك وانت داخل وطلبك لو انت لو انت مثلا ذهنا عدر نجلت النهارة لابا أنا عايزة أجي المعهد طب أنا لو عادت استنيت دوري مش حالحق فأنا طلبت الصبح القضية قلت رقم كذا 14 رول أنا مطلوبة عشان عند ظروف كذا 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 الحواضر بدأ قال ندل الحاجب قالوا ده لنهارة 14 ليه الكلام ده مش ملزم لي لكن ده ود منه من بعد ود منه من بعد عرف تعرفنا عليه فهو ده هو ده المحمد فعشان كده احنا بنقول عزين لي lidي جا Hung دي منركز بقى في المهم قوي اللي احنا مش اللي إحنا منع compensate اللي إحنا حنشتغل به اللي إحنا حنشتغل به واللي إحنا حنشتغل به أحسن وآكتر وأخف من اللي إحنا لماذا ده لابك كذلك المتحن متحن ما أنتحب ما أنت ممكن أنتgenommen لأ أنا بامتحنك وانت قدامي قدامي المحكمة بتترافع في المحكمة هشوفك انت هتترافع زال وهتشوف الاجراءات اللي انت هتعملها ايه هشوف هتشبت حضورك في المحكمة ازال هشوف هزد الدمقة بتاعتك الوقتين هتشوف هتطلب طلبات من المحكمة ازال هتشوف المحكمة هتتعامل معاك ازال طب هتشوف انت لو انت طلب والمحكمة هيتك لا يا استاذ ترافع على كده انت هتتعامل مع المحكمة في الطلب ده ازاي ما انه مهم بالنسبة له ما انت لو شدته عن المحكمة هتقولك لا مش من حق القانون يتعدل والشاهد مش ملزم للمحكمة زال اول اقرأ له يا استاذ السكتير الجلسة اقرره اقوال الشهود اللي في امره لحاله خلاص يا استاذ وخلاص لازم تلتزم للقانون وتترافع ومش محكمة مش هجيب لك طلباتك في حالة تانية بقى لو انت محامي بقى بينك وبين المحكمة وانت اجرائي والتعامل بالاحترام المتبادل وانت بتشوف وجهة نظر المحكمة ايه بتعملها بتتعامل معها ازاي لو طلبت منك طلب وقالت لك الاستاذ ترافع ما عليش تترافع لو قالت لك حان خالي القضية دي لاخر الجلسة حاضر طب حان انت طالب تأجلها مسلا لفترة هتقول لك ما عليش يعني حان اجلها لك فترة معينة حالة تقول للمحكمة حالة في هنا عرف متبادل محترم باخلاق برقي برقي ده بينا وبين المحكمة مندي المحكمة قدرها المحكمة بتدينا قدرنا واكتر فهو ده بقى تقول لك طب ماشر انت عايز شود ايه انت عايز كذا 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 حاضر ليه السابت اللي فات دهوم حصلت معي انا وكان عندنا نهوم معهد فانا روحت حتى انا روحت الجلسة والجلسة بدأت ساعتاشر وجاء وكان فيه محامين معنا في القضية فيه متهمين فاتت قال له ايه ودخلوا ومحكمة بدأت وطلبوا شهود الاسبات ايه المحكمة قالت لا يمكن قابل هتترافع وحتترافع لا عايز طب الشرع ولا عايز اي حاجة خالص المحكمة ارياء القضية وهتترافع وبصوا يا سيد اخر الجلسة ايه جهز عشان تترافع لو ما ترافعتوش انا حندب محامين خارجوا تصلوا علي ايه انت فين قلت له انا جاي في الطريق حصل ايه قالوا لي حصل كذا كذا والدائرة مصممة انها تفصل وقايتنا فصلتوش قلت له ان لو انداله ده لو ساحسين جمال جاي في الطريق وبتاع قال له هم يجي انما حتترافع وحتترافع والقاضي شهدد واحد كم دخلت قالوا له ان الدفاع جيه دخلت ده قال اندهو القضية دخل بصلي كده وقال لي ايه سيد انا قلت له انا جاي والطريق كان عنده طوخ واقف شوية فانا جيت يعني وجيت وجيت كان هما لسه خارجين من من القوع يعني قال لي طب طلباتك ايه قلت له انا عايز شاهد اثبات واحد بس الاولاني بس ومش عايز بقى الشهود الاثبات خالص ولا عايز تبشرية ولا عايز تقاير الفنيو ولا عايز اي حاجة انا عايز ده علشان هنقشو في جزئية كده خاصة بشهاده قال لي طيب حاضر وقلت له ابنطلب قال لي عايز تأجل امتى تأجيل امتى قلت له دور الجاي دور ابريل حاضر اخر الجلسة واجل وعايز تأجل امتى اجل لنا امتى ما هو بقى هنا الفارق مش اقوله لا لازم كذا ولازم كذا لا ما هو في الاخر القانون في صالحه في صفه لكن اما اما يفهم مني ان ده طلب ده هو بيعتبر لما بينفج لي طلب ده بيعتبر بي ايه بيجاملني في المعاملة انا لي ما كان عنده برضو كقاضي تحقيق انت في الاخر ما نوت بيك تطبيق العدالة انت انت محامل متهم محكمة الجنات يا محامل متهم الاول بنقول كده وبنفاهم قدامه كده لما يبقى هو بالطريقة دي طيب ما احنا ما فيش مشاكل وقى الجنة وهتيج يعني هنا عايز اقول العلاقة اساس الاحترام هو العلم العلم القديم والعلم الجديد والعلم المتكرر انت تعلمت في الجامعة تعلم في المعهد العلم الجديد والعلم النهاردة والعلم المتكرر اللي حيلازبك مدى حياتك المهنية طول عمرك هتتعلم طول عمرك زي ما احنا نتعلمهم طول عمرك هتعلم هي دي لازم تبقى انت فيك دول تبقى انت فيك دول وبعد كده بقى سبقى على الله وشوف المستوى اللي انت هتوصله ايه وهتشوف ما كانت في المجتمع ايه وعلاغتك بالمجتمع ايه هتوصل لمرحلة انت مكوش تتخيل انك توصل الله لانك انت اعتصمت بحبل الله وانك انت اخترت المهنة دي وانك انت تعلم ان المهنة دي رسالة وامانة هتسأل عليها امام الحق سبحانه وتعالى لان انت بحكم مبارسك للمهنة دي الناس هتديك وهتضع في ايديك امانة امانة تصل الى روحه هتبقى انت مسؤول عنا لو انت انحرفت بالمباشرة الامانة دي هتاخد بس هيجي وقت مش هتاخد هتجي وقت هتفقد كل احترام المجتمع عليه وهيجي وقت الكل هيبقى يشوت بيك وانت من من فرحة وشدة الاشاعة واحترام الناس بيك هتبقى انت مش طائق نفسك ليه لانك انت اللي وصلت لمرحلة كنت لا تتمقى ما كنتش هتوصل لها ابدا فده بقى الايه اللي بيزيدك تواضع في كل مراحل حياتك اللي جاية ويجي لك رزق بقى لا تعلم من اين اتا وشكرا وإلى اللقاء ان شاء الله في المحكمة